الوقت اللي انا شفته مش هتكلم على قبل انا هتكلم على الوقت اللي انا وانا صغير لحد النهاردة نجاح الاهلي دايما بيعتمد انه عنده لعيب عشرة كويس بلاي ميكر كويس اي فترات فيها تقلق للنادي الاهلي لازم هتلاقي لعيب كويس جدا الزمالك العكس هتلاقي في الزمالك العيب ستة كويس تواجد ستة كويس في نادي الزمالك اذا الزمالك ماشي كويس قوي والعكس في النادي الاهلي عشرة ارجع بقى عشر لما تيجي تتكلم مع عبدالله السعيد رضا عبدالله القبلها ولت صلاح طبعا ارجع بقى كل ما هترجع هتلاقي حد في الزمالك تيجي تتكلم مع عتامر عبدالحميد الله ينور عليك اسمعيلي يوسف قبلها اسمعيلي يوسف ماليش أنا أسف يعني حبايا تباتلنا كبار ولكن أنا بكلمك الزمالك دايما محتاج ستة ليه ده بينجح هنا والفرقة بتبقى نشكواس وهنا برضو ببقى الفرقة بتنجح لأنه اللي احنا أقول له من شوية أن ينالي الاهلي بيعتمد على الباور والتخبيط والروح والقلب فلازم واحد العكس بتاع الكلام ده هو اللي بيحل بقى ايه العصبية دي الزمالك مهارين جدا جدا فلازم واحد يلمل بقى ايه المشاكل اللي بتحصل يقنصورهم الله ينور علي ده اللي كان طريق حامد بيعمله وتامر عبدالحميد فعشان كده في نجاح هنا في فترات مع الناس دي لأنه عنده ستة بمواصفات قوية وهنا دايما في عشرة أو صنع العب بمواصفات قياسية مضيته تاني مين في النادي الاهلي أثناء فتر التواجد كانت وكبتال كان الشحات حسين الشحات قبل ما يحصل كاسعلم والله حسين الشحات وإيه اللي حصل ساعته بطولة أفريقيا وتأخرنا واستنى كده وبعد كده جي بعدها جي بعدنا يعني كان توقيت برضو كارتيرون وحمد فاتحي كان فيه كذا حد يعني كان ساعد كارتيرون برضو ألا كان كابتال حسان بدري كان كارتيرون أه فاتحي كمان كم مضى قبل ما يجي في كاسك هكذا حد يعني بص أقول لك حاجة المشكلة كانت في النادي الاهلي ودي كانت غريبة بالنسبة لي يعني إن الناس عايزة تعرف الصفقات بدري وعمري ده ما حصل في الاهلي ناس كمين يعني كأجمهور كأوميدي إن احنا شايفين إن احنا مش شغالين أو مش شغالش والطبيعي إن أنا أقول لك أنا أرخب ما ضيت العيبة أنا نفعش أطلع أول نفعش نطلع نقول إحنا عملنا وينفع أن أقول لك إن الحاجة جاهزة أنا اللي أنا أقدر أعمله إنه أحط لك على الترابيس وكل حاجة والقرار في الآخر إن إحنا جيبنا العيبة أو ما جيبناش أنا مش بتاعي ده جهاز فني أنا بوفر بس العدد المناسب اللي أنت تختار منه والاختياراتك تبقى عندك رؤية أكبر وأسهل بقى إيه؟ بداية بداية قديمة سنة سنتين حاجاتك الشخصية لو عمل مشكلة شخصية في بلد بنقولها شخصية شخصية آه يعني ممكن ممكن واحد يبقى محبوس في بلد آه صح تجيبه لأهلي بس مع المشاكل دي درجات أنا بدي كل حاجة آه أنت حر مش قراري إحنا بتلك في الليلة أهلي أنت بتدي مقرارات كلها أنا بدي كل حاجة أنا بدي كل حاجة وأنت حر جهاز فني وإدارة ناية دي لما أنا بقى أنا بوفر الداتا اللي أنت عايز على العيب ده لو أنت محتاجه وبوفر لك جنبه 2-3 لعبا من وجهة نظر آه فكل دي كان حاجات ده تكتير يا موسيقى